اشتركوا في القناة والاستشفاء ارتفاع سعر صرف الدولار يعيد النفايات الى الشارع المستوعبات العالقة بفعل الازمة ما مصيرها اشتركوا في القناة المادي 56 من الدستور ما كانواعم يحترموا طيب انا عاشوه حالف حالفties 1 مثل خير واهلا بكم نعمل هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى ومن ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وعبر حساباتنا على مواقع التواصل تويتر فيسبوك وإنستغرام في انتظار أن تسفر حركة المشاورات الخارجية عن مخرج ما للأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج وعلى أمل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمواكبة التحضيرات التي أعلن عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد تجاوز التعقيدات القضائية المفتعلة حول التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية أولا يبدو أن خطر استقالة الحكومة قد تبدد أقله راهنا بفعل جرعات الدعم الأمريكية والفرنسية التي تلقاها رئيسها في غلاسكو ثانيا بات من الواضح أن رئيس الحكومة يدرك حجم المخاطر التي ستتهدد الوطن إذا عدنا مجددا إلى مرحلة تصريف الأعمال وما تؤشر إليه من انعدام للاستقرار السياسي وربما الأمني وما إصراره على الخوض في تفاصيل المشاريع الإنقاذية بشكل يومي متواصل إلا إشارة واضحة إلى تمسكه بإنجاز المهمة التي تقدم لها على رغم الصعوبات ثالثا من الأكيد أن هناك إصرارا دوليا ومحليا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بغض النظر عن مصير الطعن في القانون المعدل وفي التجاوز الصريح للصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية وفي هذا السياق صار الاستعداد للاستحقاق الديمقراطي الشغل الشاغل للقوى السياسية المختلفة إضافة إلى سائر القوى الناشئة والجمعيات والشخصيات من مختلف الاتجاهات علما أن المواطنين حتى اللحظة لا يزالون بعدين عن الجو الانتخابي فيما هم غارقون في اليوميات المعيشية التي تتكاثر مظاهرها السلبية يوما بعد يوم غير أن بداية النشرة من التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ في جديد ملف التحقيقات من انفجار المرفأ القاضي حبيب مزهر يتبلغ طلب رده عن الملف وهرج ومرج في العدلية فهل ضاع التحقيق بمتاهات التجاذبات السياسية والقضائية؟ هل طارت الحقيقة ومعها العدالة والمحاسبة لكل من ساهم وشارك عن قصد أو غير قصد بجريبة الرابع من آبه؟ سؤال مشروع بعد وابل الدعاوة التي يواجهها المحقق العدلي طريق البطارة من المدعى عليهم والهدف واحد كف يده نهائيا عن الملف أليس ما يحصل كل يوم بالعدلية إلا خير دليل على ذلك؟ نجم العدلي اليوم كان القاضي حبيب مزهر الذي أحدث قراره بكف يد البطار موقعا بلبلة وشرخا قضائيا داخل مجلس القضاء الأعلى المنقسم أصلا بقضيات البطار جديد الملف تمثل بوصول عدد من النساء الأعضاء في مجموعة نونت صباحا إلى مكتب مزهر حيث على الصراخ والمواجهة احتجاجا على ممارساته بقضية تحقيقات المرفأ قد عمد النساء إلى ختم مكتب مزهر بالشمع الأحمر مع ورقات تعبر عن رفضهن لقراراته الاعتراضات على قرار مزهر والتي ترفقت مع عدد كبير من الدعاوة بحقه آخرها تلك المقدمة من تجمع متحدون دفع برئيس محكمة الاستئناف لاستدعاء مزهر وتبليغه من قبل مباشر قضائي طلب رده عن ملف التحقيق العدلي فرفض بداية مزهر التبلغ قبل أن يعود ويرضخ ما أحدث سجالا في مكتبه بين قضاة محكمة الاستئناف في حضور القاضي حبيب رزالله وعليه كفت يد مزهر موقعا عن الملف لكن يد القاضي طارق البطار لم تطلق نهائيا بعد إذ لا تزال معلق على يد قرار جديد يناقض قرار مزهر وبما أن البطار لا يزال يعتبر أن يده كفت عن الملف فهو لم يعقد جلسة لاستجواب الوزير السابق غازي زعيتر التي كانت مقررة اليوم مع الإشارة إلى أن مطالعة نيابة العامة التمييزية بخصوص الدفوع الشكلية لم تصله بعد علما أن البطار كان حضر قبل الظهر إلى العدلية لكن بهدف ضم دعوى طلب الرد التي تبلغها من القاضي حبيب مزهر إلى ملف التحقيق وفي هذا السياق وردا على مقيل من أن المحقق العدلي حاول اعتبار قرار مزهر وكأنه غير موجود فحضر إلى العدلية للتحضير لجلسة زعيتر تؤكد مصادر متابعة للملف بأن كل مقيل غير صحيح فالبطار يحترم القانون وهو ملتزم بمضمون القرار الصادر عن مزهر إلى حين صدور قرار قضائي جديد يلغي مفعيل قرار مزهر تضيف المصادر هناك دعوى رد ينتظر المحقق العدلي أن تبت نهائيا لاستكمال ملفه المصر فيه على الوصول إلى الحقيقة بالانتظار دعوى جديدة تقدم بها وكيل غازي زعيتر وعلي حسن خليلة لأحالة كل من القضاط جنة حنة وجزاف عجياء ونويل كرباج وناجي عيدة واروزين غنطوس إلى تفتيش القضائية اختلاط الحابل القضائي بالنبل السياسية دفع بملف التحقيقات بانفجار رابع من آب للدخول بمتهات وشربكات قضائية يصعب فهمها وخلق مواجهات بين من مع البطار ومن ضد البطار وبلغت سخرية المشهد في العدلي حد بلوغ ملف التحقيقات بانفجار رابع من آب المعدلة التالية القاضي مزهر كان مكلفا البت بطلب رد القاضي نسب إلي فبات البت بطلب رد مزهر عند القاضي نسب إلي والشاطر بفتكوي حلة فما يحصل مسرحية لم تشهدها العدلي بتاريخها يقول مصدر قضائي رفيع متابع للأو تي في قد تكون هذه الشربكة مطلوبة من المدعى عليهم الخائفين من مواجهة المحقق العدلي ومعه الحقيقة لكن ما لا يعرفه هؤلاء أن الأخير لن يهدأ وهو سيكمل المسار ودائما وفق ما تنص عليه القوانين فهل تبخرت الأمال بالوصول إلى حقيقة من فجر ودمر وشرد الألاف يوم الرابع من آب وفي سياق متصل أصدرت النيابة العامة التمييزية مطالعة في طلب تعيين المرجع المختص لرد المحقق العدلي المقدمة من الوزيرين غازي زعيتر وعلي حسن خليل وطلبت من الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اعتبار أن المحقق العدلي خاضع لأحكام الرد والتنحي الخاصة بالقضاء وتحديد المجلس العدلي كمرجع مختص لنظر بطلب رد المحقق العدلي أو تنحيه أكد تكتل لبنان القوي ضرورة تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعا انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق خصوصا أن لا رابط بين عدم التئام الحكومة وأسباب تعطيلها وحمل التكتل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية التعثر في تأمين المظلة الاجتماعية فالحكومة مسؤولة عن التقصير الحاصل في إطلاق البطاقة التمويلية فيما مجلس النواب مطالب بإقرار عاجل لاقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي والاقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين وشدد التكتل على ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان إلى تأمين الاحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي إلى استمرار العمل في القطاعات الاستراتيجية كقطاعي الكهرباء والاتصالات الذين يواجهان تحديا ينذر بتداعيات خطرة وإذ أكد التكتل دعمه جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي أشهد بإعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي ورأى فيها مؤشرا إيجابيا لتسريع عملية التفاوض ودع الكتل النيابية إلى وضع هذه المسألة الاستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصلا إلى الخواتيم المرجوة وحض على الإسرع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان باعتباره لازما للإصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد وسأل القضاء عن مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بطبييد الأموال وبخلقات فاضحة لقانون النقد والتسليف داعيا المجلس النيابي إلى الإسرع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك الحكومة تعمل على خط التعافي والمسعى لإنجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام والعبرة بنعقاد مجلس الوزراء من جديد التفاصيل في تقرير نانسي سعب إذا كان الهدف حكوميا معقودا على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام فلابد من أن تكون خطة التعافي جاهزة في وقت قريب لتتم مناقشتها والتفاوض مع الصندوق على أساسها مستعينا بالاستشاري لازار لا يزال الفريق الوزري يعمل على تحديث خطة التعافي السابقا تلاقا من مقاربة جديدة تماما وفق ما تؤكد مصادر مقاربة من رئيس الحكومة مشيرة إلى أن الاستشاري قد حصل بالفعل على كل المعطيات الجديدة اقتصاديا وماليا وتسلم كل الأرقام التي طلبها كما أنه على تواصل يومي مع عدد من الوزراء المعنيين بالخطة وبشكل خاص نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي الذي يترأس الوفد المفاوض لصندوق النقد ووزير المال يوسف خليل ويلفت مصدر حكومي في هذا الإطار إلى ضرورة إجراء مقاربة مختلفة لخطة التعافي خصوصا أن الخطة التي وضعتها حكومة حسان دياب قد مر عليها سنتا وباتت تحتاج إلى تعديلات وتحديثات وبعض المقاربات المختلفة وفي وقت يبتعد المعنيون بالملف عن الدخول في تفاصيل الخطة التي يجري تحديثها تشير مصادر مقاربة من رئيس الحكومة إلى أن الخطة السابقة أخطأت بترجيح خيار تصفية قطاع كامل بدلا من البناء على القدرات الموجودة للخروج من الأزمة هل القطاع المصرفي هو المقصود؟ إنه كل القطاع المالي تقول المصادر ومن هنا كانت المقاربة الجديدة لخطة التعافي ضرورية لمعالجة الفجوة الموجودة بطريقة ذكية من ضمن اقتراحات عدة مطروحة وعند هذه النقطة بالذات تتخوف مصادر مالية متابعة من أن يكون منح الخطة المحدثة مزيدا من تحميل الموذعين للخسائر الواقعة بدلا من توزيع العادل لهذه الخسائر بهدف حماية مساهم المصارف خطوة تقول المصادر عينها إن تمريرها لن يكون سهلا خصوصا أن رئيس الجمهورية يرفض تحميل الموذعين كل الخسائر وهو الذي لفت في وقت سابق إلى أن الموذعين وحدهم من تحملوا الخسائر منذ انفجار الأزمة على أي حال يبقى أن التواصل بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي مستمر أسبوعيا وبصورة دائمة والسعي لإنهاء الاتفاق المبدئي مع الصندوق قبل نهاية العام يقتضي موافقة الحكومة على خطة التعافي التي يعمل عليها الفريق الوزري لكن من سيؤمن عودة الحكومة إلى الانعقاد وبأي ثمن خصوصا أن عدم عقد جلسات حكومية يعني وضع كل العمل في ثلاجة انتظار حلول قد لا تكون كلها محلية الصنع سعر صرف الليرة مقابل الدولار يعيد النفايات إلى الشارع وهذا ما أوضحه المعنيون للأو تي في والتفاصيل في تقرير جورج عبود هي أزمة قديمة جديدة بتتكرر خلال المشاهد نفسها من تكدس للنفايات أكان بالمستوعبات داخل الأحيا أو تركوما بالشوارع ففي حين كل مرة معروفة النتيجة بتتغير الأسباب ساعة بسبب المطامر وساعة بسبب أزمة المحروقات أما اليوم فالسبب هو العقود الموقعة مع الشركات المتعهدة يلي بعدها على السعر الرسمي أي 1517 ليرة لبنانية نعم انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار عم يأثر سلبا أيضا على عملية جمع وكنس ورفع ومعالجة النفايات نحن لما كان سعر التون 30 دولار ويطفع بالدولار وكان الرئيس بعده 1517.5 وانما تبداعها من شهر 20 الاول 2016 بلش نريال بالسعر الصرف ووصلنا متقاضا على اللبنانية على 1517.5 كان وقتها سعر الدولار بعده محمول وانما اليوم ما وصل على ساعة 21.000 ونحن بعدها متقاضا على 1517.5 هذا أكيد بيشكل عجل كتير كبير عنا بالعمليات ونوعا بينصف الميزان الاقتصالي الموجود بالعقد نحن بعدها اليوم عم نتقاضا نفس السعر اللي هو 30 دولار على التون وانما عم نقضوا اليوم وصلنا بموجب التشيك هذا التشيك عم نتحطه به المنطب وما عم نقدر نسحبه نحن لا على سعر السوق ولا على سعر المنطب حطتها حطوه منطب البنان عم نقضوا يعني أكثر شيء مثل عم بيعمل في هذه الشركات بيعمل الشيك وبيعوا بالسوق على ساعة 3 وانما سعر السعر المصاريف التشغلية صارت بتشكل عبء كبير وهيضا الموضوع عم بيشكل تقصير بالمهمة اليوم اللي نزود عم ندفعه ستون 310 دولار كاش فلاش وانا ما نحن لما أخذنا الكنتراك كان سعره 12 ألف لير فهذا الفرق بس أنا هنحكي بالمزود حتى ما نضيع العنام كتير بالأرقام وبالحسابات بس هنعطي اكزامبل صغير هو عم نضوع المزود لما أكل إراداتي أنا البقبضة بموضوع رسع النفية ما بيغطوا 60% من كلفة التشغلية يعني أنا كلب بقبضه اللي تقدر يغطيلي أنا المزود وبيبقى عندي أرغيب المية اللي هو بدني قدر أنا يروح يغطيه من جهة الخاصة على وقع المطالبة بمراجعة العقود وتعديلة ما بيخفي بساعد أنه هالأزمة قايد المطابعة مع المعنيين هذا المشكل اللي نحن عمنادي فيه أنه العقد المواقع اليوم مع بريد بيروت أو مع مجلس ماء العمار بده مراجعة الأميزان اقتصابي اللي فيه خاصة أنه بالعقد بيشير الوضوح أنه ارتفاع ثاري المزود أو لحد الأدنى لإجهار تغيير فيه فيه عندنا فورملة موجودة بالعقد تلحظ هذه التغييرات وبتصحح السعر التون للمعتب نحن كلا عم نضرب فيه اليوم مجلس ماء العمار وبريد بيروت أنه نلتزم المنضوع ونروح على هذا الفورملة الموجودة ومنصح السعر التون تابقالينا نغطي هالكسة الإضافية اللي نسفتنا كلية مواقف فهاني مش اليوم نحن عم نوجهها العالم يكي عم نشوفوا فيه تراكم نفايات مش لأنه شركة رامكو يلي هي وقت ترسع نفايات وإنما لقدة التجرية تابعونا نحن نخفض لسان حال المواطن هو الخوف من طول الانتظار فهل بينقص اليوم أزمة نفايات وهو غارق بمشاكله اليومية الصناعيون يشكون وجود بعض الحاويات العالقة في المملكة العربية السعودية فما مصيرها لطالما كان الاقتصاد أكثر من يتضرر بالقرارات والمواقف السياسية وها هو اليوم يترجم بالحظر السعودية الذي يضرب القطاع الصناعي في الصميم فالأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان والسعودية أفضت إلى حجز عدد كبير من الحاويات التي شحينت إليها في الفترة الأخيرة ويخشى صناعيون لبنانيون من أن تؤدي هذه العملية إلى تلف البضائع بالواع أنه من شهر أيار الماضي من بعد ما تبين للمملكة بقصة تهريب المخدرات التي طلعت لهم أخذوا أرار بتوقيف الاستيراد من لبنان لكامل المنتجات من بعض الاتصالات التي صارت رجعوا سمحوا لغير منتجات وقفوا فقط المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية المعلبة كان بهالفترة هايدي عندنا شحن كمية من البضائع باتجاه المملكة واللي وصلت من بعد ما أخذ القرار بالواع أنه حجزوا هالبضائع بالمرافق المملكة وما تزال كانت لحد لغاية من أسبوعين هالبضائع موجودة بالمملكة خصلنا على اتفاق من المملكة ومشكورين عليها من أسبوعين أنه يسمحوا لدخول هالبضائع بالواع ما حوالنا أنه نتحرك يعني ما كان عننا الوقت أنه نتحرك تنبلش نفوت هالبضائع العالقة كان ترجع طلع القرار بالصحب السفرة والتوقيف الكل رجعنا محل ما كنا رجع وقف القرار بإدخال البضائع ومتازل البضائع موجودة بالمرافق المملكة إذن التطورات الدبلوماسية تكبد الصناعيين والمصدرين خسائر كبيرة فما حجمها وما هي أنواع السلع العالقة حاليا وماذا عن عدد الشاحنات الكميات عندنا كميات كانت بحدود مثل ما عملنا أحصى جمعية الصناعيين مع بعض الزملاء المصدرين منتجاتهم ما يفوق الميتان كونتينر كانوا منتجات موجودة أكثر من هاي المصاريف اللي بتطلع عليهم دمرج لشركات الشحن مبالغ حتى عم نتفاوض نحن وشركات الشحن إذا بيقدروا يعملوننا تخفيضات على هالمبالغ هلأ بالنتيجة النهائية البضائع متازل موجودة محجوزة بالمرافق ما عم بيقدروا يفوتوها عم نشوف إذا فينا نرجع نرجع تجاه لبنان في خسائر كبيرة في بعض الصناعيين بتبتقي من تكاليف عندك من 25 ألف دولار الكونتينر وصعودا حسب شو فيه محتويات بالكونتينرات أحد الصناعيين عنده كونتينرات وقفة بحدود المليون ومئتين ألف دولار غيره عندك بالخمسمائة ستمائة ألف دولار تتراوح كل صناعي شو كميات البضاعة اللي مصدرها طبيعا هذه عم نحكي كلها منتجات غزائية معلبة بعد ما القرار غامض هذا وكانت جمعية الصناعيين في لبنان حاولت إجراء اتصالات عديدة مع بعض المرجعيات للقيام بأي وساطة لحل الأزمة والإفراج عن البضائع وبغية فصل القطاع الصناعي عن الأزمات السياسية غرد سفير السعودي في لبنان وليد البخاري عبر تويتر كاتبا رائعة موتسكيو من كتاب روح القوانين وخلاصة تأملاته القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحدا أيها اللبناني ما ترشح فأسعار الأدوية باهضة جدا تقرير روبالفرين إن شاء الله مرشح هيدا هو لسين حال المواطن اللبناني اللي صار يعطلهم يمرض حتى ما يضطر يصور حكيم لأنه معاينته صار تتوجع أكتر من المرض نفسه أو يتناول أبسط الأدوية اللي بات تتكلفه مبالغ هائلة بعد ما رفع الدعم عنها هيدا إذا كانت متوفرة أصلا بالصيدليات إن شاء الله مرشح من بريد حاله يمرض وخاصة بها الغلاء ما ديك تلاقي دواء وهلأ فوطة المستشفى يعني إذا سمح الله إذا قريب قوي أو حتى أدوية مش متوفرة ما بقى مثل الأول كل شي بنعطلهم وبعدين الصحة هي الوحيدة المبتتعود أدوية ما فيه لكوين إني بعدنا هلأ نعم نبرم على الأدوية عم نبرم على الأدوية فيش أدوية لا بالجيش في أدوية ولا بمطرح في أدوية خلاص يعني بدأ بيمرض بتروح على أكتر من هك ما فيه اليوم قابلين على موسم الإنفلوينزا والرشح فالكل الكبار والصغار بيحتاجوا يأمنوا أبسط الأدوية الخاصة بهيدا النوع من الأمراض يلي ارتفعت أسعارها بمعدل أضعاف فإصابة طفل بالعيلة أو راشد بمرض بسيط ممكن يكلف رب الأسرة مئات الألاف ما بين المعاينة وأسعار الأدوية علماً أن أسعار الأدوية بتتبدل مع ارتفاع سعر الصرف أصبح سعر علبة المضاد الحيوي الأكثر استخداماً الخاص بالكبار 128 ألف ليرة وللأطفال ب291 ألف ليرة أما علبة البندول للأطفال فهي ب40 ألف ليرة وسعر العلب الصغير للكبار 25 ألف وبالعادة أغلب الناس بياخدوا الفيتامين سي على سبيل الوقاية من المرض لكن هلأ أرخص صنف حقه 60 ألف ليرة سعر دواء السعلي للأطفال وهو من الأدوية الأكثر استخداماً بلغ 123 ألف ليرة قدام هيك أسعار اللبناني دايماً بيلجأ لحلول بديلة بيت عصير أحسن مع أنه أخذ بنادول هاي بتسكنوا هاي كفيتامينسة يعني هلأ أرشاله الدعم غلية شوي الأدوية بس نحن معنا أدوية جايبين من برة فمش بحاجة نشطري أدوية أمنين حالكم يعني أه عم نشرب غرانج كتير أنا بشرب كيس كلي معشية بس ما بدأ خيني تشرب كيس هيدا بيحميك يعني ما بيخليك ترشح هيدا بلا هيدا دوية هلا منحط الكمامة وقتنا نفوت على أماكن عامة أو أماكن مغلقة يعني مشان الكورونا ومشان الرشح وخيال الله فيروس مشان ما نلقاتو هيدا الكمامة مشان ما الرشح يعني كورونا والوشح وقوليسيون بدك منيحة كتير منيحة هلا برتقان بيكل حامض بيكل حمد الله يعني ما في شيء إلا مثلا موحد من عشي قبل ما نام وفجان سخلو الحل الوحيد المتوفر قدامنا الصلاة بركة ربنا بحل علينا السلام والصحة وزير الصحة فراسة بيض أطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على الأوضاع الصحية في البلاد وحاجات القطاع الصحي وأشار بعد اللقاء إلى أن الرئيس عون أكد دعمه لحقوق المستشفيات بالإضافة إلى تأمين أدوية الأمراض المزمنة وخاصة صار في تركيز على موضوعين أساسيا الموضوع الأول كان موضوع الدواء ونحن وضع تأمين الدواء للمواطن اللبناني وخاصة دواء الأدوية الأمراض المستعصية ونحن بهذا الموضوع أكدنا أنه هناك سياسة دعم كاملة لهذه الأدوية وهذه الأدوية عم تتأمن وبلشت توصل على مستشفيات وعلى الوزارة بالكارنتينا وإن شاء الله المواطنين بلش يشوفوا نتائج يعني هيدا الموضوع قريبا الموضوع الآخر اللي اترقنا عليه هو موضوع الاستشفاء بموضوع الاستشفاء يعني حكينا عن هموم القطاع الاستشفائي بشكل عام وخاصة موضوع المتأخرات تبعوه للمستشفيات الحكومية والخاصة وطلبنا من فخامة الرئيس دعمه بهيدا الموضوع ببعض القرارات المهمة جدا لحتى يقدر هيدا القطاع يكفي وأكد يعني فخامة الرئيس على كامل دعمه إن كان لموضوع حقوق المستشفيات أو كذلك على موضوع يعني الدواء وأهمية إنه المواطن اللبناني يحصل عليه بالوقت المناسب للأسف كلنا بنعرف إنه التكاليف اللي على المستشفيات ارتفعت بشكل كتير كبير وللأسف حاليا المواطن هو عم يطلب منه إنه يدفع هالفروقات نحن بوزارة الصحة هناك اتفاق قريبا حنعلن عنه مع البنك الدولي واللي حيقدر يأمن زيادة بمقدار 3 أضعاف ونص على اللي عم يندفع للمستشفيات بالتعرفي وطبعا هاي دي بتشيل عن يعني كاهله للمواطن علما أنه هذا جزء من الحل وهناك حلول أخرى عم نطرحها كذلك لحتى نخفف عنه للمواطن وخاصة الموضوع المستلزمات وكان الأبيض لفت إلى أن المواطن لا يستطيع اليوم الحصول على الخدمات الصحية والدواء إلا بعد تكبد عباء مالية كبيرة والنظام الصحي والمالي اليوم انهار في لبنان وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى أننا نحاول اليوم ترشيد 35 مليون دولار للاستفادة منها قدر الإمكان وأكد الأبيض بأن هناك أمور لا نستطيع رفع الدعم عنها لا سيما أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية لافتان إلى أن أدوية الأمراض المزمنة سيتم رفع الدعم عنها جزئيا وهذا الموضوع سيتم الأعلان عنه في وزارة الصحة بين اليوم والغد فما عليه حطنا اليوم بجو ترشيد الخطة الدوائية لليهو حططها بمعنى فيه كثير أدوية وأنا معه فيها الوصة هذه فيه كثير أدوية أحيان يعني مش كثير مهمة أنا بعطي مثل يعني أنه أحيان يعني أو بعض التحليل أنا أفترض بعض التحليل أحيان واحد مثل فيتامين دي أو فيتامين بي هودي لش بدنا ندلنا نحن دعمين هودي الكواشف الطبية طبعا لا فينا ندعم فيه كثير شغلات ما ندعمها مثل مثلا فحوصات الفقر الدم فحوصات القلب فحوصات الكبد هودي حيضلهم يعني الكواشف مدعومة طبعا بس فيه كواشف تاني مش لازم ندعمها دعم مية بالمية يعني فينا ندعم 65 بالمية بالهودي اللي قلنا الكواشف المهمة نحن ذكرنا خلافا لاللي ذكر بالصحف واللي قريناه هناك أدوية لن يرفع عن الدعم مدعومة مية بالمية اللي هي أدوية السرطان أدوية الأمراض المستعصية أدوية الصحة العقلية والنفسية الأدوية اللي قلناها بتستعمل بالمستشفيات هلأ إذا أنت جيت قلتلي يا دكتور قارنلي أنا قديش حجم هالأدوية بحجم الأمراض المستعصية بقول لك هيدول قد الأمراض المستعصية على 3 و 4 مرات زائد علماً أنه حتى الأمراض المستعصية نحنا فينا نجي نقوله للمريض نحنا رفعنا الدعم لا نحنا ما عم نقول رفعنا الدعم نحنا عم نقول نحنا ندعم لـ 65% من الأدوية الغالية لذلك أنا برجع بجي بقول نحنا اللي بدنا نكون صارحين مع نحنا بدنا نكون صارحين مع المريض نحنا ما فينا نجي نقوله للمريض أنه ما عنا مشكلة أو أنه المصاري كل ياتها موجودة لا نحنا عنا مشكلة وعم نحاول نساعدها كيف نطلع منها كل ياتنا على قدر ما الإمكانيات متوفرة ولكن أنا هلأ إذا أجت مثلا مصرف لبنان أو الدولة قالوا نحنا بدنا بدل 35 مليون نحنا بدنا نعطيك 100 مليون لا تدعم ممتاز كل شيء يندعم من جهتها عقدت لجنة الأعلام والاتصالات جلسة لها وتقدمت باقتراحي قانون الأول يتعلق بإخضاع الصحفيين والمصورين اللبنانيين غير المستفيدين من أي تقديمات صحية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق المواقع الإلكترونية الأعلامية يعني بروح بسجل أنه أنا أنشأت موقع إلكتروني وبيأخذ وراء أنه صار هذا الموقع الإلكتروني منشأ وفقا للقانون بناء على القانون بناء على المادة الفلانية بالقانون أنشأ موقع الإلكتروني بروح بسجله إزاعة تجارية بصير يقدر يفوت الموظفين وعالضمان بصير يقولون صفة قانونية بصير ينتسب عن آبت المحررين هيدا نعم نقترحه مع ذلك واجهنا معارضة أنا ماني يعني معتبر القصة إذا لم يقرر القانون المواقع لحاله قصة كبيرة بس إذا لم يقرر قانون الإعلام الجديد لحاله كله مكتملا هيدا قصة كبيرة إلى ذلك اجتمعت لجنة الأشغال والتي كانت تقدمت باقتراح تعديل المادة 66 من القانون رقم 144 من الموازنة العامة والموازنات الملحقة المتعلقة بالقرميد العربي الفصيح أنه نحن الأرميد وفقوا أنه يرفعوا للمتر وثمانين بالنص واربع مطورة ونص بالوسط ويصير فيه رخصة ويدفعوا رسومها وتجزأ الرسم إلى 35% للصندوق الخزينة 30% للإسكان و35% للبلديين وهذا الموضوع كثير مفيد للمستقبل وحتى بالمدن كمان أعطينا إضافة 0.25 على العامل الاستثمار وهذا القانون مفروض صار يروح على الهيئة العامة وإذا أقر بيريح كثير أهلنا وناسنا ومشين ما يضلوا العالم نزعبر بالتكنة ونزيد طابق من هون نعمل طابق أهميته الواجهة الخامسة الواجهة الخامسة بس تمرق فوق بيروت وبتشوف أو حيالها بلدي من بلدات لبنان بتشوف السطوح كيفية يعني بتقصف بتحزن هذا كمان يفادتوا اليوم تعرفوا يركبوا ألواح شمسية على السطوح بصورة عشوائية كمان بيجعل منها البناء بناء أخضر بناء مستدام وبذات الوقت بدخل أموال وبنظم قصة الشاحط اللي هو لا يستفاد منه بالبلد وبكل أوروبا الشاحط عالي وبيستفاد منه كسكن كيف وين وين أو مربح بكل الاتجاهات للخزينة للمواطن وللبيئة وللشكل ترأس رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي اجتماعا خصصا للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه وإثر الاجتماع أعلن الوزير فياض متابعة درس المستلزمات والخطوات اللازمة من أجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا وشارك البنك الدولي في هذا الاجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح وقال نحن نتعاون معا لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة شدد رئيس الجمهورية العماد بيشيل عون على عمق الروابط التي تجمع بين لبنان والصين وأشاد بتأييد الصين لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم إلى جانبه في المحافل الدولية لدعم قضاياه المحقة وأضاف الرئيس عون في رسالة وجهها إلى نظيره الصيني لمناسبة مرور خمسين سنة على إنشاء علاقات ديبلوماسية بين البلدين أن لبنان يتطلع إلى ثبات الصين في دعمها لوطننا وسط التحديات التي يواجهها نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تجتازها بلادنا ويعاني منها الشعب اللبناني وفي قصر بعبدة أقسم عضواء المجلس الدستوري القاضي المتقاعد ألبير سرحان والمحامية ميراي نجم اليمين أمام الرئيس عون في حضور رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قبل مباشرة مهامهما ماذا جاء في الانتخابات الداخلية للتيار الوطني الحر التفاصيل في التقرير التالي غدت المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية التي خاضها المنتسبون إلى التيار الوطني الحر أكدت اللجنة المركزية للأعلام في التيار أن المرحلة الأولى من الاستطلاع الداخلي التمهدي لاختيار المرشحات والمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية عن التيار الوطني الحر قد انتهت وقد جرى الاستطلاع عن طريق منصة إلكترونية لإبداء الرأي لأكثر من عشرة آلاف منتسب ومنتسبة إلى التيار ومن خلال استبيان بواسطة الهاتف لأكثر من 3000 منتسبة ومنتسب أعلان النتائج جرى مساء الاثنين بحضور المرشحين والمرشحات الذين بلغ عددهم 55 وقد تأهل للمرحلة الثانية 27 مرشحاً من جميع الطواف وبلغ 11 مرشحاً آخر إمكان التأهل وذلك في الدوائر الانتخابية الآتية هذا وتشمل المرحلة الأولى حصراً للمنتسبين إلى التيار الوطني الحر وهي من ضمن ألية تشمل مرحلتين أخرين واحدة تشمل القاعدة العريضة للتيار من مناصرين ومؤيدين ومنتسبين والأخيرة تشمل كل ناخبي الدوائر الانتخابية ليتقرر على أساسها المرشحين النهائيين للتيار الوطني الحر بحسب النظام الداخلي له وقال البيان أن لجنة الأعداد والإشراف على الاستطلاع ستصدر تعميماً بخصوص آلية البدء بتنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل استطلاع الرأي للقاعدة العريضة للتيار أكد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أن لجنة الاقتصاد تؤمن كل ما هو مطلوب قانوناً من أجل تسهيل عمل الحكومة دولة الرئيس نحن أكيد رح نشد فيك طلوع وأنا بشكر الفريق الأقتصادي والمالي وعلى انفتاحه وعلى التعاون والتنسيق معنا وأنا عبحس أنه في جدية بالشغل أنت مثل ما بتعرف دولة الرئيس التعصر اللي صار مع الـ IMF بالحكومة السابقة هو كان اختلاف على الأرقام وأنا واسق أنه هالمرة رح يكون العمل مختلف وهيك عم بشوف خليني قللك أنه باسم زميلي علي درويش وشوق الدكاش وفادي علامة أنه نحن كمجلس نيابي وكلجنة الاقتصاد عم نأمن كل الغطاء القانوني فالإشياء اللي عم تطلبها قانونا نحن رح نسرعها ونمشي فيها بسرعة كمسهل هو الشراء العام دولة الرئيس كان إنجاز للمجلس النيابي وأنا بتصور هيدا هو الشفافية اللي عم تطالب فيها الـ IMF وفيه أنون تاني عم بتحضروا انقلارات رح يكون حاضر بأسابيع القادمة هو أنون المنافسة اللي رح يكون قفزة نوعية بالنسبة للاقتصاد الحر في لبنان ورح يكون منصف لكل الأطراف الاقتصادية والمستهلك فأنا بشدة عقيدة بقول لك يعطيك العافية ونتمنى لك كل نجاح شكرا المزيد من الأخبار ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في الأخبار الإقليمية والدولية استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد النهيان وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدى علاقاتها الديبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع هناك وأوردت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن الأسد استقبل أل نهيان على رأس وفد وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتكثيف الجهود لاستكشاف أفاق جديدة لهذا التعاون خصوصا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشركات الاستثمارية في هذه القطاعات ونقلت الوكالة عن الأسد تأكيده على العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين كما نوها بما وصفه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات التي وقفت دائما إلى جانب الشعب السوري أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن على الغرب أن يتوقف عن تعطيل عودة اللاجئين إلى سوريا وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتار الفاتيكان للشؤون الخارجية يتعلق هذا بضرورة توقف الغرب عن محاولات تعطيل المطالب بتهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية لسوء الحظ فأن الغرب لا يجمع أموالا إلا بهدف إبقاء هؤلاء اللاجئين في الدول التي هربوا إليها في السنوات الأولى من النزاع وقبل كل شيء لبنان والأردن وتركيا ولا يريد أن يعمل شيئا لإعادة أعمار البنية التحتية لعودة اللاجئين كما دعا الوزير الروسي الغرب إلى رفع العقوبات غير الشرعية وأحدية الجانب عن سوريا في ظروف جائحة كورونا كشف مصدر عراقي بأن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى القادمي ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل أو إلى أي جهة ينتمي هؤلاء إلى ذلك أبدى زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي شكوكه في محاولة اغتيال القادمي مؤكدا أن الرواية الرسمية لا تطمئننا وأشار إلى أننا نميل لفرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنصيق أمريكي ولفت الخزعلي إلى أننا طالبنا بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة اغتيال القادمي مشددا على أن استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية دانا البابا فرانسيس الهجوم الذي وقع بطائرات مسيرة على مقر إقامة القادمي ووصفه بأنه عمل إرهابي حقير وأشار الفاتيكا إلى أن وزير خارجيته بعث برسالة إلى القادمي باسم البابا فرانسيس الذي زار العراق في أدار الماضي وجاء في الرسالة في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير يعبر قدسته مجددا عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية عن إسقاط طائرة تجسس مسلحة أمريكية الصنع في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب وعلى حسابه في تويتر قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين دفاعاتنا الجوية تتمكن بفضل الله من إسقاط طائرة تجسس مسلحة أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم وأضاف الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي الخامسة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام توفي الممثل المصري أحمد خليل عن عمر نهزة 80 عاما إثر صراع مع فيروس كورونا وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي نبأ وفاة خليل ونشر صورة للفنان الراحل على صفحته الرسمية عبر إنستغرام مرفقاً إياها بتعليق البقاء لله وداعاً أيها العملاق أحمد خليل من موليد 1941 التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1965 وللفنان الراحل أعمال عدة في السينما والدراما التلفزيونية التي منحته شهرة واسعة وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا شكراً لحسن المتابعة للمزيد تابعونا عبر موقع o-tv.com.lb وقناة o-tv على يوتروب وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وإنستغرام إلى اللقاء